ازاي بقى يعني بدأت بمصرح اللي هو عربية وعملت وبعدين دخلت بقى مع خالد جلال مظبوط اهو يا سادة ما اتخذتش من عد خالد جلال لا انا مكنتش اهو سادة انا كنت بصحيلة انا كنت الدفع اللي قبل الدفع اللي قبلها اللي هي ايامنا الحلوة وحضرتك شرفتنا فيها ايه مظبوط صح تمام عملنا اكتر من مسرحية سوالنا مع بعض بالزبط فان عملنا اكتر من المسرحية وكان مشروع التخرج بتاعنا ايامنا الحلوة كانت مختلفة حلوة جدا وفروحوصني كان بيحبها جدا كان البديعة بديعة الحمد لله انا ما اتخذش من عد خالد جلال اللي اتخذ من عد خالد جلال نضال الشفعي ايمان سيد احمد ايمكن ياسر الطب جي شوية ناس كده اتخذوا من المسرحية دي مش عزي ظلمه بس خالد خالد دفعتي هو بس تجارة طاهرة وانا على قد هزا الرجل ما اثر فينا كتير وتعلمنا والكلام ده وهو استاذنا يعني بس على قد ما انا كنت بحس ان خالد بتعامل معايا من منطلق اللي حصل حصل لو كان لك نصيب انك تبقى نجبن في يوم كان حصل فكان بيهتم بالشباب اكتر شوي ما كانش حدتك في السور هو طول الوقت بيديني ثقف نفسي بشكل فضيع وبيقول لي انت جامد وانت كذا وانت كذا وانت كذا بس المسرحية بتاعة الاخر المسرحية دي ظلمتنا اكتر من حد ظلمت اكتر من حد لانها ما تحطتش في دور اللي انا شاطر فيه اللي اتقدم فيه للناس وانا عزره لاننا كنا خمسين فرد صفصفنا على اربعين على حاجة وتلاتين على المسرح نخرج 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 زي اللي حضرتك كنت بشوف فيه قهوة ساعدة جدا كتير مخرج شاطر اولي طول طب النقلة بقى جت ازاي البطولة بقى جت ازاي اتشافت بحاجات عجيبة جدا يعني لما رشحت لدور مهمة في موجة حرة 2013 من بعد ما خدت شوية عالاستاذ محمد ياسين المخرج سألته انت جبتني انين عرفتني انين قال لي شفتك في مسرحية في جراش قال لي مسرحية كنت بتعملوها في مسرح اسمه روابط في وسط البلد ده عبارة على الجراش قالوا اه انا عملت اكتر مسرحية في بتاع قال لي مسرحية اسمها ريتشارد وقالتوله ايه ايه ده ده حاجة مقريفة جدا انا بحبتهاش انا كنت وحش فيها جدا انا مكنش طيقة هو الكلام ده قال ليس بيوم احنا بابلنا نظرة احنا بناخد ممثل من كلمة من جملة بتتال ما هو المخرج لأ طب بيشوف بيشوف حاجة معانا بالضبط طب اتعياتي لدي بقية احنا من امتى بنتدخل في شؤون الناس اول مرة بعد السنين دي ترد علي قدام الناس وتحرجيني بس انا مش اعتب عليك عشان دي اول مرة وانت اقوم مرة تعمل كده يا سعد بقى بعد العشرة دي كلها ترمي علي اليمين وتزعالي قدام الناس يا حبيبتي منت اللي استفزتيني ورديت عليها قدامهم حد تاني شافني في الطليعة المسرحية كانت هوى بقى ساعت اكون منها من مسرح هوى كتير المغلية وقت غريب جدا بتكون من بقى من مسرح هوى ترجمة نانسي قنقر